تونس اتعادلت مع انجولا واحد واحد ودي مباراة كانت بريحة الاهل والزمالك لانه جيرالدو الانجولي نجم الاهل بيقود منتخب بلاده لعب كبديل في الشرط التاني وفرجان الساسي لعب تونس لعب الزمالك ايضا لعب كبديل تونس اتعادلت مع انجولا واحد واحد علشان هزي المجموعة يبقى فيها شيء من الهدية المبكرة جدا لانه كمان يمكن مالي متقدمة على موريتانيا في الشرط الاول اتنين صفر فبالتالي الصدارة المالية هتبقى واضحة جدا في المجموعة الرابعة النهاردة كوديفور فازت على جنوب افريقيا واحد سفر اذا التونس وانجولا هيكون منهم الفريق المتآهل ورمالي انجولا النهاردة قدمت اوراق اعتماد بتقول الناس لا انا جاي واخد الموضوع جد اداء في منطه القوة حتى اتأخروا ضربة جزاء عكس طيار المباراة يعني انجولا بدأ بقوة بعدين جات ضربة جزاء صحيحة 100% الحكم كان كويس انما التماسك الفريق الانجولي وخصوصا في الشوت التاني بعد التغييرات اللي عملها المدارب بتاعه ونزول جيرالدو يعني اللعبة احداثت فارغ جمد جدا انا شايف ان انجولا قدمت مباراة اجهادت المنتخب التونسي اللي كان عامل نتائج طيبة جدا جدا فاز على كرواتيا يعني في الاعداد اه ضرب جرس الانزال مبكر واخشا يكون تونس قدمت كل ما لديها في الاعداد في الاعداد لان النهاردة اه صحيح لما الفريق التونسي بيمسي بكورة بتشوف طعم العيبة كبيرة قوي بتشوف اداء بتشوف خبرات وبشوف خطورة لكن مضغوط عليهم الفوارق البدنية لا لصالح انجولا رغم ان اجسام الفريق التونسي فارعة لكن اللياقة واضح ان في انجولا كانت اكثر سرعة ولياقة وكانت مستحوزة تقريبا على الشرط التاني